أستاذ غراض أشار أستاذ القدالي إلى مجموعة من المضامين والبنود التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي والتي هي بالأكيد أنها محل خلاف ربما بين النقابات وبين السلطة التنفيذية يعني خاصة الأمور التي تقيد الحق في الإضراب بمدد للإبلاغ أو للإعلان القبلي من أجل الحصول على ترخيص بهذا الإضراب هل تفرغ ربما يعني مضمون هذا المشروع مشروع القانون أو يعني تنظيم من محتواه من الغاية التي يأتي من أجل الإضراب في بعض الحالات المشهد المغربي حاليا تقتضي أن ننظر إلى مشروع القانون التنظيمي للإضراب بنوع الموضوعية كباترونة وكنقابات وطبعا الحكومة هي الحكام بالنسبة للإفراغ كما قلت سابقا وكما تقول النقابات هناك تكبيل الحرية مسألة الرحصة دائما أن النقابة في قطاعين ما سواء قطاع خاصة جاءوا إلى مسترة الإخبار السلطة المحلية وإخبار رب العمل سواء كان أجيرا في مقاولة خاصة أو مضفا أو مستخدما في مؤسسة عمومية إشكال هناك مطرح في إحدى المواد هو يجب الجمع العام للأجارة من أجل الموافقة أو غير الموافقة على الإضراب بمعنى أن تكون مؤسسة في 13 ألف مستخدام أو مقاولة فيها كثير من 400 عامل يعني المودة اللوجيستيك يعني الجهيز هذا كل اللقاء يعني خصقها خصتنقلات كل الوزارات أو القطاعات العمومية عندها فروع في المملكة يعني من طنجة حتى القويرة كذلك بعض المقاولات مثلا في جهة ضر البضاء أو هنا في الربط أو في طنجة هناك كذلك مسألة يعني الخدمات المرحلة المؤسسات اللي كتجي من الخارج وكتخدم يد عاملة وتقبر العمل النقابي علاش لأنه باش ما تأخذ الحقوق ديالها العمال ميومين كذلك الناس اللي كيدخلوا في إطار المناولة هذا موضوع بوحده لأن موضوع المناولة خاصة شي حلقة من عندكم لماذا لأنه من بعد 6 شهور ما عندوش الحق في الانتماء النقابي ما عندوش الحق أنه يصرح يعني تصرح فقط لمدة 6 شهور في الضمان الاجتماعي ومن بعد 6 شهور كيلزم المشغل أنه يزي استقالة استقالة وبالتالي جديد عقد أو نقوله يعني عقد إبرام عقد جديد بمعنى هذا شي كله يعني إفراغ محتوى ليس فقط إفراغ محتوى بل تكبير الحرية النقابية راهينية المشهد السياسي والحزبي والنقابي والاجتماعي ككل تقول نقضي بالدفع بالعجلة ديال الإصلاحات وكذلك الحفاظ على التراكمات اللي واكبها المغرب منذ الألفية الثالثة مسألة كما قلت لك الإخبار يعني معضلة كبيرة كذلك مسألة يعني الجمعة ديال الأجراء هذه كلها أشياء تكبل فعلا أعمال نقابي لاحظت بأن جميع القوانين يعني المنشرة حاليا كم شرع قانون كلها فيها غرامات يعني من ناحية القانونية أو المقاربة القانونية نجد أنه إذا كنت تسميه النقابات قانون تكبيلي ربما من ناحية القانونية أقول بأنه قانون تجريمي يعني فيه الجرم أكثر من الحق وبالتالي لدينا عملية الموازنة بين الإجراءات العقابية والغرامات والغرامات يعني أين يتمثل حقوق الشغيلة حقوق طبق العاملة كما قلت الفصل 8 تسعود وعشرة غير ذلك هناك تقييد وهذا التقييد لم يكن في السابق كنا عرفوا بأن العمل النقابي عرفوا المغرب قبل استقلال المغرب منذ ميلاد أول نقبة في 20 مارس 1955 إلى الآن يعني حتى النقبة ترى عندها تاركم عندها خبارات ديالها عندها تجارب ديالها طبعا المقاولات ما خش أن النقبة تسهم في الإفلس ديالها كذلك ديمومة العمل على ديمومة المرفق العمومي ولكن ما يكونش واحد العباتية واحد الفوضى لكن يكون قانون تأطيري وهنا غير جاء المسألة النقابات ماذا تأطيرها المنتسبين لها المنخارطيها وفي نفس الوقت كذلك يعني إلى أهمية كبرى لارتباطات المغرب الداخلية والخارجية نحن لدينا واحد طفرة طفرة حقوقية طفرة دخلنا برنامج الحماية الاجتماعية ملفات وصلنا بداية من الدستور وما بعد الدستور لكن كانت ننتكسف هذه العشارية كانت فاتها رجعت لا إلى مستوى الحوار الجماعي ولا على مستوى القوانين وبالتالي أرى من وجهة نظر قانونية وبشكل موضوعي أن القانون يحيل على مغرب ما قبل 1990 موسيقى موسيقى